السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطالبات وليأ أمور الصف الرابع الابتدائي أهلا بحضراتكم معنا في قناة مسر عامل راجب دون معاكم مسهبة راجب النهاردة ان شاء الله عندنا فيديو مهم جدا 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 وكلنا منتظرينه من زمان وهو ايه ان احنا عاوزين نعرف مواصفات الورقة الامتحانية بتاعة الصف الرابع الابتدائي السنة دي عاوزين نعرف مواصفات الورقة الامتحانية عشرين اتنين وعشرين في السترم الترم الأول وأخيرا نسنة رابعة الوزارة نزلت لنا المواصفات بتاعة الامتحان بتاعة عشرين اتنين وعشرين للصف الرابع الابتدائي وإحنا بناءنا على المواصفات اللي نزلتها الوزارة عدينا اختبار على الوحدة الأولى I feel good أشعر أنني بحالة ايه جيدة الامتحان سهل جدا وبسيط وفي المناسبة طبعا أحب أذكركم أننا هنا على القناة شرحنا منهج الصف الرابع الابتدائي من جميع الكتب الخراجية كتب المعاصر وكتب البيبت وكتب الأضواء جيم طبعا هتلاقي الفيديوهات موجودة عندكم لو اتهت منكم كده شوية من كنت تدخلوا على ايه ليا قوام التسجيل أو قوام التشغيل هتلاقي عندنا ايه الفيديوهات متجمعة كلها بتاعصنا رابعة وده طبعا الخمسة وجميع المراحل ايه صفو المرحلة الابتدائية طبعا هللاقي المواصفات طبعا هي ايه اللي كان بنحل عليها في كتاب المعاصر يعني اللي كان متابع معايا وانحنا بنشرح وبنحل من كتاب المعاصر هي نفس المواصفات بتاع الورقة الامتحانية أو الامتحانات الاختباط اللي كنا بنحلها ايه بعد كل درس في كتاب المعاصر فالمواصفات سهلة جدا وبقول ان احنا اعتبرت ضربنا عليها قبل كده طبعا اول سؤال عندي في الامتحان احنا طبعا جايبند poorly من 30 درجة تمام؟ اول سؤال عندنا باي قوام التحاني and write اسمع وكتب true or false يعني ايه ايه اصلا رابعة اسمع وكتب صحيح ام خطأ وده طبعا عليه ايه 8 درجات يبقى اول سؤال عندنا اسمع وبنكتب ايه بعد ما بنسمع الجمل بنكتب الجمل دي true صحيحة ولا false ايه خاطئة طبعا بيكون معايا نص الاسمع بيكون مع المعلم واحنا في الامتحان كل اللي مطلوب مننا ان احنا بس نركز ونسمع كويس مع المعلم طبعا ده عندي ايه listening text اللي هو نص السمع اهو قدامنا فطبعا ايه انا خلي كده قدامكم عشان ايه تكونوا ايه بتابعين معايا كويسة سنة رابعة تعالوا بنا نقرى النص بس احنا في الامتحان هنسمعوا تمام بس ندوقتي ايه اقرى معاكم من النص المكتوب ده بيقول لي هانا ان ساندي عند بنت اسمها هانا وبنت اسمها ايه ساندي are good friends اصدقاء جيدين يعني اصدقاء كويسين جدا مع بعض يبقى هانا ان ساندي are good friends هانا is 10 years old هانا عندها 10 سنوات ساندي is 9 years old وساندي عندها 9 سنوات they are at هما دلوقتي موجودين فين في بيت ساندي ساندي is making ساندي بتعمل ايه ساندي تصنع فلاب جاكس لو الكعك المحلى بالشوفان البريطاني فور ديزيرت للتحلال يبقى هما دلوقتي في بيت ساندي وساندي بتعمل ايه سانة رابعة making flap jacks for desert Hannah doesn't like flap jacks بس عندنا هانا مش بتحب الايه الفلاب جاكس ساندي needs ساندي محتاجة ايه عشان تعمل فلاب جاكس يا سانة رابعة محتاجة odds شوفان طبعا شرحناها وخلناها محتاجة honey عسل and pata ومحتاجة ايه زبدة to make flap jacks عشان تصنع ايه الفلاب جاكس ده طبعا النص اللي هنسمعه بس انا حبيت اورهلكوا ايه مكتوب طيب ونالع اللي احنا قرينا ده تعالوا يلا نشوف ونجاوب true ولا force number one بيقول لي ايه صنة رابعة Hannah and Sandy are sisters Hannah and Sandy are sisters Hannah وساندي دول ايه اخوات الكلام ده طبعا ايه false خاطئ لانهم ايه good friends هم اصدقاء يبقى الكلام ده ايه false خاطئ ممكن في الامتحان اكتفي بكلمة f حرف ال f معناك كده ان الاجابة تحت false خاطئ number two Hannah like is British flap jacks Hannah بتحب ال British flap jacks طبعا الكلام ده ايه برضو false غرض مش بتحبه لانه احنا بنقرأ او لو احنا هنسمع بيقول ايه Hannah doesn't like flap jacks ممكن برضو اكتفي بايه بحرف ال f we need honey and ought to make flap jacks احنا محتاجين اللي عايزة الوشه فان علشان نعمل او نصنع الفلاب jacks طبعا الكلام ده ايه true صحيح ممكن اكتفي بحرف t Sandy is 10 years old يا Sandy عندها عشر سنوات طبعا الكلام ده ايه false خاطئ لانها عندها ايه nine years old عندها تسع سنوات فقط واللي عندها عشرة من هي هنا يبقى كل تركيزي في السؤال ده يا سنة رابعة ان انا بسمع المسر او المس بتحت ايه كويس والسؤال عليه ثمان درجات السؤال التاني تبقى للمواصفات بيقول ليه يبقى read and complete the text with words from the list يعني ايه عندي فكرة فيها كلمات نقصة انا هكملها منين من الكلمات اللي هو من الدهالي دي والسؤال ده عليه ايه three markets ثلاث درجات انا عندي ثلاث فراغات وعندي اربح كلمات بيديني كلمة زياد عشان يغلطني بيها تمام عندي كلمة سيسم يعني ايه جهاز respiratory التنفسي food طعام oxygen اللي هو غاز الاكسوجين يلا يصنة رابعة نارة ونشوف ايه الكلمات اللي هنكملها I do a lot of healthy things انا افعل الكثير من الاشياء الصحية زي ايه I drink plenty of water انا بشرب الكثير من الماء I exercise وكمان بتدرب او اتمرن I keep away from smoke انا ابتعد بعيدا عن الدخان smoke يعني دخان to have علشان يكون عندي ايه a good note system ابتعد عن الدخان عشان يكون عندي ايه ايه جهاز ايه صحي طبعا الجهاز التنفسي respiratory system ممكن اكتب هنا كده ايه او اكتب الكلمة هنا يبقى respiratory system يعني الجهاز التنفسي I put plantes in my balcony وكمان بضع النباتات في البلكونة بتحتي لان طبعا النباتات بتساعدنا على تنفس الهواء الناقل لانها بتخرج الايه l-oxygen plantes give us oxygen لان النباتات ايه بتعطينا الاكسجين we need noot in our body واحنا محتاجين ايه بسمنا طبعا محتاجين الايه l-oxygen in our body احنا محتاجين الاكسجين في جسمنا تمام I eat healthy نقط انا باكل ايه صحي to have a good digestive system ايه اللي انا اكله صحي علشان جهازي الهضم يكون صحي طبعا ايه طعام food healthy food طعام صحي الكلمة اللي زيادة معانه ومحتاجنهاش كلمة a system يديني كلمة زيادة عشان ايه غلطني بها السؤال الثالث بيقول لي ايه بقى read and match اقرأ ووصل a with b العمود الاول العمود a بالعمود b والسؤال ده عليه كم يا سنة رابعة عليه for marcus اربع درجات قلنا الامتحان بتاعنا من كم من تلاتين درجة ايه بيقول لي a flapjack is الفلاب jack ده يكون digestive food بيهضم الطعام a muscle under the lungs عضلة تحتها واسفل الرئتين ولا a British desert حلوة او تحلية بريطانية ولا a governorate in Egypt يعني ايه محافظة في مصر الفلاب jack طبعا ايه اللي تناسبها a British desert تحلية بريطانية طبعا مش بنقعد نعمل خطوط كده ونعك الدنيا بنعمل ايه باخد الحرف واكتب قصات الجملة اللي عندي او الكلمة اللي عندي يعني طبعا هناخد حرف في سيروح كاتباهنا كده بنركوسين من غير ما نعمل خطوط لاننا لو غلط سهلة ان اشتب على الحرف واكتب حرف غير ولكن لو عامنين خطوط كده سنة رابعة الموضوع هيبقى ايه من الظريف خالص سبعا نمبر 2 دامتا اللي هي محافظة دميات is دايجيستيس فوت تهدم الطعام اماصل اندرزلانجس عدلة تحت الجرئتين ولا governorate in ايجبت هي محافظة في مصر طبعا هي محافظة في مصر بكتب الحرف بتاعها حرف دي تمام يا سنة رابعة تمام يا مس زي جاستريك دوس العصارة الهضمية بتعمل ايه العصارة الهضمية دايجيستيس فوت تهدم الطعام ولا اماصل اندرزلانجس طبعا ايه دايجيستيس فوت بتهدم لنا الطعام بتساعد على هضم الطعام زي دي فرام اللي هو الحجاب الحاجز طبعا عندنا هنا الجي سايلانت والبي اتش بتجيب حرف الف دي فرام الحجاب الحاجز طبعا هيكون ايه اماصل اندرزلانجس هو عضلة اسفل الرئتين هنا الاجابة هتكون ايه حرف البي تمام يبقى احنا بنكتب الحرف مش بنعمل خطوط والسؤال الرابع معانا يا سنة رابعة عندي باسدش كتعة وعليها اسئلة والكتعة كلها بقال اسئلة بتاعتها عليها ايه فور ماركس اربع درجات بيقول لي ريبز باسدش يعني ايه اقرأ الفقرة دي وجاوب على الاسئلة اللي تحتيها يا سنة رابعة يلا بنا نركتع مع بعضينا عمي فلاح او مزارع موجودة في المزارع سنة رابعة في محافظة المينيا أنا بزور عمي كل يوم جمعة بزور عمي كل يوم جمعة بزور عمي كل يوم جمعة بيزرع القمح اله هنا صيلانت قمح ويت وبيزرع ايه كمان رايز ارز بتاتوز بطاطس تماتوز تماطم والبصل كل ده حاجات بيزرعها فين في المزارع يا سنة رابعة يربي الكثير من الحيوانات زي ايه يعني ايه كمان بيربي الدجاك علشان يحصل منهم على البيت واللحم الحيوانات اللي بربها زي ايه سنة رابعة كوز اللي هي الأبكار شيب اللي هي الخرفان او الخراف وعندنا كمان جوتس اللي هي المعزات ان هورسس والخيول انظى فارم في المزرعة اي لايك فارمرز انا بحب المزارعين ليه they produce our food هم اللي بينتجوا الطعام بتاعنا اللي بينتغزة عليه عشان كده احنا بنحبهم طبعا عندي الكطع بيكون عليها ايه 4 questions 4 سئلة سؤالين اتشوز اختيارات وسالين بيجاوب عليهم طبعا كل سؤال الارباع عليه ايه 2 markets درجتين يعني سؤال الاختيارات عليه 2 markets والسؤال ده برضو ايه عليه درجتين 2 markets يبقى كله عندنا ايه اربع درجات على القطعة تمام هنا 1 1 وهنا 1 1 يبقى كله ماربع درجات اختراء الاجابة الصحيحة من A B C أو D عمي نقطة اتشيكن انجوتس عمي بيعمل ايه للدجاج والمعزات raise يربي grow يزرع priest يتنفس digest يهضم طبعا عمي ايه raise يربي الدجاج والمعزات منيا المينيا تكون ايه village قرية governorate محافظة country بلد farm مزرعة طبعا المينيا دي ايه governorate يعني محافظة الاسئلة اللي بنجاوب عليها سنة رابعة where is the farm اين المزرعة اين where المزرعة فين لو رجعنا للكطعة بيقول لي ايه farm is المينيا governorate يبقى ذا farm is تكون المينيا لازم طبعا الاماكن والمحافظات والمدن لازم ينامي القرف في الحرف بتاع ايه كابت الليتر طبعا مينيا governorate المزرعة توجد في محافظة المينيا السؤال الرابع why do you like farmers انت ليه بتحب الفلاحين ويعني لماذا ايه سؤال يبدأ بكلمة why لازم الاجابة سنة رابعة تبدأ بكلمة because وانا قلتلكوا الكلام ده كتير اوه احنا بنحل اختبارات من جميع الكتب الخارجية على الوحدات اللي كنا بنشرحها هتلاقوني طبعا هنا على القناة لو اول مرة شوفوا قناتنا هتلاقوني حل الوحدة الاولى وشرحها طبعا الوحدة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة من كتاب وكتاب المعاصر وكتاب جيم ودائما بعد كل درس في كل واحدة بنحضر الاختبارات اللي عليه فالحاجات احنا ما تضربين عليها من قبل كده لو اول مرة شوفوا القناة اشتركوا معنا يلا وتابعوا القناة يوصلكم ان شاء الله كل جديد وكمان عايزة اذكركم لو مهتمين يعني وليكم حد في تالت اعدادي برضو المواصفات بتاعة الامتحان نزلت عشرين اتنين وعشرين بتاعة الترميل الاول هتلاقوها على قناتنا الاولى هننزلها لكم مصر عامل راجب على قناة مصر عامل راجب دي قناتنا الاولى هتلاقو المصر بشرح عليها من جميع الكتب الخارجية برضو لجميع صفوف المرحلة الاعدادية وكمان المرحلة السنوية يعني لو عايزين مواصفات تالت اعداد الاجابة تبدأ بكلمة يعني بسبب او لان عشان هما ايه بروديوس هما بينتجوا ايه طعمنا تمام السؤال اللي بعد كده بعد كده حبايب سنة رابعة بيقول ايه السؤال الخامس نمبر يعني قاعد ترتيب الكلمات وميك هوركت سنتنس عشان ايه تدين ايه تعمل جملة صحيحة ده طبعا علي ايه سكس ماركس علي ست درجات يعني كل جملة من دول عليها درجتين ايه صنة ربعة وابدأ دائما بالكلمة تحتها خط تمام انا لما عندي كلمة وي يعني نحن ابدأ بيها وي ده الفاعل اللي معانا ييجي بعديه فعل ثرو يعني من خلال بريث يتنفس اير الهواء نوس الانف اول يعني حاجة تخصنا احنا احنا ايه الحاجة اللي بنعملها الفعل اللي في الجملة دي طبعا بريث يتنفس نحن نتنفس نتنفس منين نتنفس الهواء احنا نتنفس الهواء منين صنا ربعة وي بريث اير ها ثرو اور نوس من خلال الانف او امفنا يبقى ثرو اور نوس نحن نتنفس الهواء من خلال الانف اتشي ويمضغ يمضغ فوت الطعام تيس اسنان with بي اور حاجة تخصنا احنا وي وي برضو اي نحن ايه الفعل اللي بعد كده احنا بنعمل ايه الحاجة اللي بنعملها طبعا وي اتشي وي اتشي ايه احنا بنمضغ ايه طبعا نمضغ الطعام بي ايه احنا بنمضغ الطعام بايه سنة رابعة خدناها with يعني بي اور تيس باسناننا نحن ننضغ الطعام باسناننا بعد كده دز ده فعل مساعد في المضارع وط يعني ما او ماذا ذي ال ريموف يتخلص من انتستن اللي هي الامعاء لارج الغليزة بيقول لي ايه هكتب طبعا كلمة وط هبدأ السؤال اي سؤال يبدأ بكلمة استفهام وادور عليه على فعل المساعد عندي في الجملة وانا عندي الفعل المساعد هنا والفعل الناقص مين does what does الفعل اللي عندي من اللي هيقوم بالفعل the large intestine what does the large intestine remove remove ايه معنى الكلام ده ميسا what does the large intestine remove يعني ايه مما تتخلص الامعاء الغليزة الامعاء الغليزة بتتخلص من ايه طبعا ايه بتتخلص من الفضلات تمام ده السؤال الخامس السؤال السادس معانا بقى بيقول ايه ده السؤال بتاع علامات التركيم وعليه ايه درجة يعني ايه مس علامات التركيم يعني يا حبيبي شكل الجملة نفسه لازم يكون صحيح ومظبوط ازاي يعني اول الجملة لازم يكون مكتوب ايه capital لتر اول حرف في كل جملة لازم يكون مكتوب ايه طيب امشي كده في حاجات انا بعملها داخل الجملة ايوة لو لقيت اسماء الاشخاص بنات اولاد لازم يكون اولهم capital لتر لو لقيت ايام الاسبوع تمام لو لقينا الاماكن والدول والاماكن المشهورة والانهار والبحار والمحيطات وكمان عندنا ايه اه الجنسيات دي كلها ايه بعمل اولها ايه capital لتر طيب بعد ما خلص الموضوع ده ولو عندي كمان حاجات ايه فيها حرف ناقص كده بنضيف لها الابوسر كده من فوق بعد ما خلص الحاجات دي كلها بوصل لاخر الجملة لازم يكون عندي نهاية مناسبة لو جملة عادية بنحط في الاخر ايه التعجب اللي هي كده زي الوحدة تحتها ايه نقطة بيقول اخسر الخدش بالماء والصبون دي ايه اول حاجة وانا عاملة كده الجملة هعمل ايه الو capital لالحاجة اللي بغيرها لازم اخد تحتها خطين كده عشان ابقى للمصحح ان انا فهم ايه ودي الحاجة اللي انا مغيرها لان في حروب اخد خطين كده عشان اعرف ان ده ايه مغيرها عاملة كابت الليتر يبقى wash the scrape with water and top ما عنديش حاجة تاني خلص اغارها داخل الجملة ففي الاخر ايه حط النقطة يعني full stop لازم برضه وضح له كده بعمل اول ها و ايه و اخر حاجت الناصم في الجملة كل واحدة عليها ايه نص درجة تمام ممكن النقطة او الاعلامة للسفام والحاجات تكون موجودة ويكون عند الحاجتين الناصين في الجملة نفسها تمام اخر سؤال معنا في الامتحان السؤال السابع بيقول ايه بقى write a better graph هنكتب فقرة of 18 words مقونا من 18 كلمة using the following guiding elements هنستخدم العناصر exercise يتمرن vegetables الخضروات smoke اللي هو الدخان هنبدأ نكتب جمل سهلة جدا وبسيطة خاصة بالموضوع ده وبرضه هنستخدم العناصر اللي معايا اللي هو مدهاني دي تمام وطبعا القطع اللي احنا من شوية كده في السؤال الثاني في الامتحان اللي هو كان عندي كلمات كده بكمل منها الفقرة برضه كان بيتكلم عن الحاجات الصحية لم يمكن ايه اقوم بيها طيب يعني ايه انا بصحة جيدة فنقول ايه بصوا لما نبدأ البراجراف لازم نسيب كده مسافة صغيرة وبعد كده ايه ابدأ بايه كل جملة بداها بايه كابتل يعني حرف كابتل طبعا اي اقول اي دو انا افعل ألوت اوف هلثي تنجس بحرف الهيه هنا انا افعل الكثير من الاشياء الصحية زي ايه اي برضو نحط في لسوب ونبدأ جملة جديدة فنبدأ بال اي كابتل اي درينك انا بشرب ايه خلانتي اوف ووتر يعني انا اشرب الكثير من الماء تمام طيب عندي اكسرصيس اتمرم اي اكسرصيس انا بتمرن اي اكسرصيس اه افري انا بتمرن كل يوم او بتدرب كل يوم افري دي طيب عندنا الفيجيطابول ستقول اي اي ايت انا اأكل اه الكثير من اكسر الفيجيطابول اي اي هجب من عندي كلمة اي فاكهة فروت طبعا دي كلها حاجات دي اخدناها يعني انا اأكل الكثير من الخضروات والفاكهة كمان نقول اي بالنسبة للتدخين اي اي ستاي او يعني ابقى بعيدا فرو اسموك ابقى بعيدا عن اي التدخين عملنا براغراف سهلة جدا اي دو الوت اف اف اي 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 انا افعل الكثير من الاشياء الصحية زي اشرب الكثير من الماء انا بتمرن كل يوم اأكل الكثير من الخضروات والفاكهة اي ستاي او اي ابقى بعيدا عن التدخين طبعا دي كلها حاجات لو قمنا بها صحيحة هتكون كويسة جدا جدا سنة ربعة عملنا جمل سهلة وبسيطة كلها من المنهج عندنا من الوحدة الاولى وان الاختبار بتاعنا كده على 30 درجة وان شاء الله انتظروا مننا كل جديد لو اي حاجة جديدة نزل تخاصة بالامتحانات هتكون عندنا ان شاء الله حصر على القناة بإذن الله لو اول مرة تشوفوا القناة اتشركوا معنا وتفعلوا جرس عشان وصلكم ان شاء الله كل جديد كاد معكم مسهي برجب من قناة مستر عامل اتمنى لكم النجاح البحر والتوفيق بإذن الله لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشترا على قد ما تقدروا وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته